الآن تلاميذ العزاء أنتقل الآن إياكم إلى صفحة 47 في الكتاب أنه نقرأ الضمارة المنفصلة ونحل التدريبات بعض التدريبات تدريب رقم أول اقرأ أنا هنأت أبي بعودته من السفر الجملة طبعاً أين الضمير هنا المتصل الضمير المتصل هو هنأت هاي تا أثميها ضمير متكلم متصل أنا غسلت ملابس أخوتي وين الضمير المتكلم المتصل هو الضمير متكلم متصل أنا وهيثم قدمنا تمثيلية عندي فعل قدمنا هنا أن المتصلة بالفعل هذه أسميها ضمير متصل متكلم قالت فاطمة أنا وأختي استقبلنا نظروا هاي النا في كلمة استقبلنا هذه هي نا لضمير متصل للمتكلم ضمير متكلم متصل نحن شاركنا شاركنا في المعرض السنوي نظروا كلمات لدي شاركنا الفعل شاركنا هذه النا الموجودة فيها النهاية الفعل هي ضمير متكلم متصل نعيد هنأت هاي الضمير متكلم متصل غسلت ضمير متكلم متصل شوفوا شوفوا ما متصله بالفعل هاي الآن هاي ضمير منفصل شوفوا شوفوا منفصل هاي الجملة كاملة أنا منفصل كلمة واحدة هاي أسميها ضمير منفصل متكلم ولكن الثو ضمير متصل متكلم هذي متكلم وهذي متكلم هذي منفصل ولكن هذي متصل هذي ضمير وهذي ضمير هذي ضمير متكلم وهذي ضمير متكلم ولكن هذي ضمير متكلم منفصل وهي الثوء ضمير متكلم متصل ضعوا كلمة نحن نحن مشاركنا في المعارض السنوي نحن ضمير منفصل متكلم والنا ضمير متصل متكلم ضمير متصل متكلم هي هذا ضمير وهذا ضمير هذا ضمير متكلم وهي النا ضمير متكلم ولكن الفرق الوحيد أنه نحن ضمير متكلم منفصل كلمة منفصلة ولكن شاركنا كلمة ضمير هنا منفصل عفوا متصل بالكلمة ضعوا لي على التدريبة تدريب أكمل ما يلي بالضمير تو أو نا أنا نمتو أتحدث عن نفسي أقول أنا نمنا ما سيصير أنا نمتو مبكرا أنا ودعت صديقي في المطار أتحدث عن نفسي أنا أنا فأستخدم الضمير تو أما إذا أتحدث عن مجموعة أش أستخدم يا ضمير أستخدم الضمير نا إذا أتحدث عن نفسي مفرد مذكر أستخدم الضمير تو ولكن إذا أتحدث عني أنا وعن مجموعة من الأشخاص أش أستخدم يا ضمير نا قالت سعادو أنا وزينب شوفوا اثنين اثنين مو مفرد مثنى تناولنا الفطور قالت لبناء أنا وصديقاتي صديقاتي يعني مو بس وحدة جوز أربعة جوز خمسة قرأنا قصة من قصص الأطفال هنا استخدمت الضمير لأنه هنا الضمير المتصل للنا استخدمته لأن جمع أنا وزينب هذه مثنى فالذلك استخدمت الضمير أما الجملة رقم أربعة استخدمت أيضا الضمير لأن صديقاتي هذه مجموعة من البنات فلهذا استخدمت لها ضميرنا وأول جملة استخدمت الضمير الضمير المتصل لأنه مفرد أجعل تدريب رقم ثلاثة ما راح أحلى أريد منكم أنتوا تحلوا انتقل إلى تدريب رقم أربعة أنت ساعدت أباك في الحقلي أنت ضمير منفصل مخاطب ولكن ساعدت يباعوا لي على الفعل ساعدت هاي التا التا تأوح ليها فتحة هذه أسميها ضمير متصل مخاطب أنت نظفتي شوفوا لي كلمة نظفتي هذه التا موجودة في نهاية الكلمة تا تحتها كسرة هذه أسميها ضمير مخاطب متصل شون عرفت هذه الجملة هي ضمير أو هذا الفعل ضمير العفون هاي الضمير ضمير مخاطب متصل مين من أنتي أنتي يا ضمير أنتي ضمير مخاطب شبي منفصل لو متصل منفصل عندي أنتما يا أحمد و يا زهير ذهبتما نظر إلى كلمة ذهبتما هاي التما هاي أسميها ضمير متصل مخاطب أنتي يا فاطمة و يا سعادي زرع تما هذه التما ضمير مخاطب متصل عندي تما أستخدمها ألمن أستخدمها للمثنى المذكر وللمثنى المؤنث أنتم اشتركتم مع سمير في حل المسألة اشترك توم هاي التوم التوم هادي لجمع المذكر مثنى لجمع المذكر ضمير مخاطب المن لجمع المذكر ضمير مخاطب متصل أنتن حفظتن حفظتن القصيدتي هذا ضمير تن المن ضمير مخاطب لجمع المؤنث أيضا أنت نظفت باعولي ت نظفت هاي التاء اللي موجودة في نهاية الفعل هذي أسميها ضمير متصل مخاطب أنت نظفت أسنانك هاي تي ضمير مخاطب للمتصل شو يعرفت ضمير مخاطب من أنت أنت أنتما أنتم أنتنه لن كلها أسميها ضمائر 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 مخاطب منفصل ضمائر المخاطب المتصل شنية هي الت تي نظف تما تما نظف توم نظف تن 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 وتوم وتما وتي وتا هاي أسميها ضمائر مخاطب متصل متصل لازق يذهب يدي الفعل ما ترك الفعل ما مزعل تي مو مثل ضمائر المخاطبة المنفصلة المخاطبة المنفصلة منفصلة من عنده مزعل تي ولكن المتصل لا حباب ما تريد تزعل ولا تريد تعوف لازق ويا الفعل هسرا هاخد تدريب رقم خمسة أكمل ما يلي بكتابة تي أو تي أو تما أو تن أو تم أنت فراغ وعد تي العفو عدت إلى المنزل شون شون خليت آني تي شون عرفت خليت آني تي من من أنت أنت شنو ضمير مخاطب المن للمفرد المذكر فلازم أستخدم ضمير متصل المن للمفرد المذكر هس تي المن للمفرد المذكر والتي مفرد مؤنث تم لجمع المثنى مذكر ولمثنى مؤنث توم لجمع مذكر تن لجمع المؤنث فأني على حسب ضمار المخاطب المنفصلة أنا أستخدم ضمار مخاطب متصلة هس أنت ضمير مخاطب للمنفصل لجمع المؤنث للمفرد المؤنث أنت استمع فراغ أنا المعلم أش أخلي أنت استمعتما إلى المعلم لو استمعتم إلى المعلم لو استمعت أنت أنت استمعت إلى المعلم أنت ضمير مخاطب منفصل للمفرد المؤنث ت ضمير مخاطب متصل للمفرد المؤنث أنتما قدمتما الجائزة للمتفوق تما ضمير مخاطب متصل للمفرد المثنى ومذكر أنتما يا سارة ويا سميرة قطفتما التفاحة تما ضمير مخاطب متصل للمثنى المؤنث أنتم نجحتم في الامتحان نجحتم هذه التوم ضمير مخاطب متصل لجمع المؤنث وهذه أنتم ضمير مخاطب لجمع المذكر منفصل أنتنى أنشتنى القصيدة القصيدة أنشتنى هذه التنى ضمير مخاطب متصل لجمع الإناث إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم يا أولاد العزاء على أمل أن ألقاكم في درس آخر وأريد من عدكم تحفظون الدرس كل جزيلا وأيضا تحلون التدريب رقم ثلاثة ورقم ستة وأيضا رقم سبعة وأتمنى معدكم تشاركون وتنتبهون للدروس اللي توصل لكم يا تلاميذ العزاء وتدزون الواجبات بيوم وما تتأخرون إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم على أمل أن ألقاكم في درس آخر ودنتم في رعاية الله وحفظه